موازنة 2023 وكما علمنا أيضا أن الموازنة 2024 ستبدأ مناقشتها في أواخر آب سينتهون من دراستها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء قبل الغوص بما حصل بما يخص الموازنة أيضا تم إقرار البندين الآخرين المتعلقين بفتح اعتماد بقيمة 10.000 مليار ليرة وإعطاء حق للحكومة بالتشريع في الحقل الجمركي ومن الأمور التي كانت لافتة في هذه الجلسة اليوم وزير الزراعة بيس الحج حسن كان قد حضر إلى السراي حاملا سلة مليئة بأكياس معبئة بالقمح الطري وقال وشدد على أن زراعة هذا النوع من القمح في لبنان تقي لبنان من الأزمة الغذاء العالمية أيضا كان وزير الثقافة قد أثار جدلا بمشروع قانون الذي اقترحه على مجلس الوزراء يمكن كمان صار في توزيع لهذا الاقتراح أو المشروع القانون بما يخص مكافحة أو التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وخلال أحد بنود هذا المشروع أن نطلب فيه السجن ثلاث سنوات أو غرامة مالية بقيمة 500 مليون ليرة لبنانية لمن يروج للحالات الشاذة جنسيا ولهذا الفكر الذي يعتبره وزير الثقافة اليوم أنه كثير عم بيصير فيه إطلاق له إذا صح التعبير بالرأي العام اللبناني بالعودة إلى ما يخص الموازنة تم النقاش داخل جلسة مجلس الوزراء بنسبة العجز تحديدا وعندما انتهى النقاش من الموازنة وتم إقرارها في جلسة اليوم التعديلات على نسبة العجز يعني آخر نسبة للعجز في هذه الموازنة وصلت إلى حد 23.75% بدوره نائب رئيس حكومة سعاد الشامي كان قد وجه كتابا للحكومة يتضمن رأيه بتقرير الفارس أد مارسيل والخطوات التي يجب اتخاذها بهذا الصدد وكان أيضا رئيس الحكومة قد رئيس حكومة تصريف العمال نجيب مخاطي قد قال في كلمته في مستهل الجلسة أن الحكومة طلعت على التقرير وطلبت من وزارة المال أو وزير المال متابعة كمان هذه الخطوات الخطوات التي يجب القيام بها نتيجة هذا التقرير أخيرا كان أيضا من اللافت في كلمة الرئيس مخاطي أنه اعتبر أن قانون النقد والتسليف يجب اليوم إعادة النظر به وهو شكل لجنة مؤلفة من عدد من الوزراء السابقين وسيدعوها في أسرع فرصة لمناقشة هذا الأمر كما قلنا التعديل على قانون النقد والتسليف هذا بالمبدأ كل شيء حصل اليوم في هذه الجلسة هناك جلسة أخرى غدا طبعا على جدول أعمالية عدد من البنود أبرز البند المتعلق بوزارة التربية والوزير التربية كان قد أعلن في جلسة سابقة عن موعد هذه الجلسة ترجمة نانسي قنقر